هذا أحد أفضل هواتف سامسونج المتوسطة حالياً بسعر حوالي 6 ملايين أي ما يعادل تقريباً 300 دولار وهو السامسونج A34 هاتف متميز بتصميم جميل مع عاتات قوي أيضاً الهاتف لديه مميزات وعيوب سندقرها في هذا الفيديو لذلك أتابع الفيديو الأخير لمعرفة كامل التفاصيل على الهاتف ولكن قبل ذلك دعمونا بلايك للفيديو لتحفيزنا على تقديم المسيط السلام عليكم معكم عادل من قناة دقاء التقنية مباشرة نبدأ بالتصميم صراحة الهاتف يتيب تصميم جميل وتقريباً مشابه لتصميم الهواتف الرائدة لسلسلة الاس 23 حيث سنجد نفس ترتيب الكاميرات الخلفية التي تأتي على شكل ثلاثة دوائر فوق بعضها البعض ظهر الهاتف يشبه الزجاج ولكنه مصنوع من البلاستيك اللامع ويترك البصامات وتميز الهاتف بعدة ألوان من بينها اللون الأخضر الفاتح والأسود والبنفسجي الفاتح واللون الفضي إطار الهاتف مصنوع أيضاً من البلاستيك كما أنه منحني ودائري وأما تصميم الشاشة فتم تقليص حواف الشاشة خاصة الجزء السفلي منها بشكل طافيف على هذا الجيل ولكن للأسف سنجد ثقب السلفي يأتي على الشكل القديم وهذا شيء محبط بصراحة الهاتف يزن 199 جرام مع السمك 8.2 مليمتر كما أنه مقاوم للماء والغبار بشهة الـ IP67 وهذه الميزة نجدها فقط في هواتف سامسونج المتوسطة وأما باقي الهواتف سنجد معيار أقل الـ IP53 الهاتف لا يدعم منفذ السماعات 3.5 مليمتر كما أنه يدعم تركيب الذاكرة الخارجية ويدعم ميزة الـ NFC وبصمة الإصبع مدمجة أسفل الشاشة ومن مميزات الهاتف أنه يأتي بشاشة ممتازة من نوع السوبر أمرض بحجم 6.6 إنش بدقة الـ Full HD Plus تدعم معدل تحديث عالي 120 هرتز سيقدم لك سلاسة وسرعة في التصفح أو تنقل بين التطبيقات أيضا تميز الشاشة بسطوع جيد تحت شعة الشمس يصل الـ NITS كما أنها تتي بكثافة بيكسلات 390 بيكسل لكل إنش ومحمية بطبقة من الزجاج من نوع Corning Gorilla Glass الجيل الخامس وتستحوذ على نسبة 84.9% من الواجهة الأمامية ولكن للأسف الشاشة لا تدعم ميزة الـ HDR10 ولكن على العموم كنوع ودقة فهي من أفضل الشاشات في هذه الفئة السعرية وبالنسبة لبطارية الهاتف ففتح بحجم 5000 ملي أمبير آداء البطارية جيد رح تحكم لك اليوم بسهولة ولكن للأسف الشحن ليس الأفضل ويعتبر هو الأضعف ما بين المنافسين فالهاتف يدعم الشحن السريع بقوة 25 وات فقط هواتف كثيرة تتفوق عليه حتى هواتف الفئة الاقتصادية وهذا شيء محبط أيضا الهاتف تميز بصوت ستيريو قوي وممتاز هاتف الـ A34 تميز بمعالج ممتاز وموجود في عدة هواتف بينيها الريلمي 10 برو بلاس والريدمي نوت 12 برو بلاس وهو الـ 8080 بدقة تصنيع 6 نانومتر مع المعالج الرسومي مالي D68 MC4 وهيأتي الهاتف بعدة خيارات للتخزين مئة وثمانة جيجا مع ستة وثمانية جيجا رام ومئتين وستخمسون مع ثمانية جيجا رام الهاتف تحصل على منصة جانكباش خمسة في النواة الواحدة على سبعمائة وواحدة وثمانون نقطة وفي النواتين تحصل على ألفين وثلثمائة وستة عشر نقطة وعلى منصة أونتوتو تحصل على حوالي أربعمائة واثنين وسبعون ألف نقطة فيما يتعلق بموضوع الحرارة والاختناع الحراري فالهاتف يستحق الكثير من الثناء الهاتف يعمل بشكل ممتاز مع عدم وجود حرارة مرتفعة أثناء الاستخدام المكثف هاتف A34 سيقدم لك تجربة سريسة وسريعة وسريعة الاستجابة خاصة عندها تشغيل بمعدل تحديث عالي 120 هاتف ولم يواجه الهاتف أي مشاكل أثناء المهام اليومية أو اللعب المكثف أداء الألعاب ممتاز أيضاً ولن تعاني من أي سخونة كبيرة للهاتف أيضاً الهاتف يدعم وضع الجيمر بوس للألعاب صراحة من أفضل هواتف سامسونج أداء أيضاً الهاتف يأتي بنظام الأوندريل 13 مع واجهة الوان يو آي 5.1 والشيء المميز أن الهاتف يدعم أربعة سنوات لتحديثات النظام وخمسة سنوات تحديثات أمنية وأخيراً قبل المميزات والعلوب وهي منظومة الكاميرات الهاتف يأتي بثلاث كاميرات في الخلف الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل بفتحة عدسة F1.8 بحساس سوني IMX582 كما أنها تدعم المثبت البصري والكاميرا الثانية تأتي بدقة 8 ميجابيكسل وهي للتصوير الواسع وآخر كاميرا تأتي بدقة 5 ميجابيكسل وهي للماكرو الصور الملتقطة بالهاتف وضح النهار ممتازة تفاصيل جيدة مع نطاع ديناميكي جيد وهذا بدقة 12 ميجابيكسل أيضاً يوجد خيار 48 ميجابيكسل سيقدم لك تفاصيل دقيقة مع صور أكثر طبيعية أيضاً كاميرا التصوير الواسع جيدة تفاصيل كثيرة مع ضوضاء قليلة وأما في الإضاءة المنخفضة فالصور لديها الكثير من التفاصيل بألوان جميلة والنطاع الديناميكي جيد أيضاً مع بعض التفاصيل في الضلال مع الضوضاء قليلة وأما كاميرا السيلفي فتاتة بدقة 13 ميجابيكسل تقدم صور رائعة أيضاً مع الكثير من التفاصيل ولون البشرة رائع أيضاً التباين مرتفع مع نطاع ديناميكي جيد وبالنسبة للفيديو فالكاميرا تصور بدقة 4K بمعدد 30 أف بيس وبدقة Full HD بمعدد 30 و60 أف بيس والفيديو ممتاز بدقة 4K الكثير من التفاصيل والنتاق الديناميكي واسع وألوان ممتازة مع التباين مرتفع وفي الأخير سعر الهاتف تقريباً يأتي بسعر حوالي 6 ملايين على العموم هاتف سامسونج A34 هاتف متميز الفئة المتوسطة كل شيء موجود في هذا الهاتف أيضاً الهاتف يأتي بعيوب قليلة ومنها أنه لا يوجد شاحن في العلبة أيضاً معدل التحديث لا تغير تلقائياً وميزة المثبت البصري توجد فقط في الفيديو أيضاً من العيوب أنه لا يدعم الشاحن السريع يعني يدعم شاحن سريع فقط 25 نواب وآخر عيب شكل الثقب محبط صراحة أيضاً الهاتف يأتي بالعديد من المميزات أول ميزة الشاشة ممتازة بسطو عالي ومعدل تحديث 120 هرتز أيضاً يملك تصميم ممتاز كما أنه مقاوم للماء والغبار بشاة الابي 67 البطارية أدأها جيد أيضاً الصوت قوي رح يقدم لك تجربة صوتية مميزة والمعالج رح يقدم لك آداء قوي مع سخونة قليلة أيضاً من مميزات الهاتف أنك ستحصل على أحدث نظام أندري 13 مع أحدث واجهة الوان UI 5.1 أيضاً تميز الهاتف بكاميرا ممتازة سواء في الصور أو الفيديو أيضاً صور السلفي ممتازة والفيديو جيد صراحة أراه خيار ممتاز جداً للشراء لمحبي شركة سامسونج دمتم في رعاة الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر